العلاقات والارتباط الشرقي بين العرب واليابان قديم و عريق نناقش التأثير المتبادل بين الثقافتين العربية واليابانية مع ضيفي بشار عبدالعزيز المهتم بالثقافة اليابانية شرفتنا سيد بشار يا أهله سهلا نورت مساة ثقافية أو تعلم ليش اللي لابسوا هذا شيء الأنيق و رائع شفت كيف هذا اللبس اسمه هابي هابي هذا اللبس يلبسوا اليابانيين في الاحتفالات مش في الوماكن رسمية في الاحتفالات في المقابلات في الحاجة يعني تكون لبس خفيف أكثر من لبس الكيمونو أو اليوكاة الطويل و مكتوب طبعا المعنى هذه يعني من السعادة والدخول والعمق و كده يعني كلام جميل يعني من السعادة التي تواجدك معنا في مساء الثقافية من سعادة القناة تواجدي أو أيضا من سعادتي أنا تواجدي معك و كيد حبيب سعادتنا الحقيقة شرف فيك عبدالله موضوع مهم وجميل و كفيل كثير من الاهتمام أول شيء أريد أن أعرف أن تجربتك الشخصية في اليابان نعم أنت عشت فيها فترة و نشأت فيها و أين نتحدثنا عنها أول شيء أنا أشكرك عبدالله و أشكر القناة الجميلة و الاستضافة هذه حقيقة سعيد جدا أن أكون في قناة بلدي حقيقة أنا طبعا من حكم عمل والدي أو دراسة والدي قبل تقريبا 45 سنة على أن يطول في عمره فهو من أوائل السعوديني درسه في اليابان كابتعاث فأولدت في اليابان و جلست فترة 10 سنة فترة دراسة الوالد عشتها في اليابان و بعدين رجعنا إلى المملكة و قعدنا فترة أيضا و بعدين أنا رح درسة و تكملت الجامعة و سنت أشتغل في المجال في اليابان فتقريبا على بعض 25 سنة أكتب 25 سنة الحمد لله رتباطي مع دولة اليابان و كانت هذه البداية تقريبا يعني بداية من الثمانينات و قلت الوالد كان مبتعث من قبل نهاية السبعينات لكن لن أريد أن أعرف عمري واضح أثر اليابانين عليك شكرا جميعا و ما تأثير المبتعثين السعوديين سواء وقت الوالد أو المبتعثين الحاليين نظنهم ربما أنت زملائك على الثقافة أو على المجتمع الياباني و أصرتهم عن السعودية و العرب يعني ديك الأيام كان عدد قليل جدا حقيقة بعدين فترة بعد فترة زادت البعثات من مملكة من رحمة الله على الملك عبد الله بن عبد العزيز و تعرف فترة الملك فهاد أيضا فزادت البعثات إلى الآن مع مولاي خادم الحرمين ملك سلمان فالعدد زاد عدد العرب عدد السعوديين بالذات نحن على فكرة معلومة نحن أكبر عدد عرب و خليجين في اليابان هم السعودية ففي البداية كانوا نحن كلنا بالنسبة لهم عرب كلنا نفس المكان بس الحمد لله الشباب ما قصروا يعني حبة حبة فصاروا يعرفوا فرق بين السعودية الإمارات مصور والأوردن و هكذا فكان تأثير أغلب الحمد لله طبعا إيجابي لأنه التأثير كان أغلبه سلبي إعلاميا و سوشال ميديا و كده فنحن لما رحنا أو الشباب يعني ديوم العافية صاروا يتقابل في الجامعات في الخروج فصاروا يعرفوا أنه أنه لا السعودي أو المسلم مو زي ما نحن نعرف هذا الحقيقة التي أمامك و غير ذلك يعني من التأثير أنا ذكرتك النصور أنا مطيئة موجودة عند كثير من اليابانين و عن العرب والسعوديين بشكل عام نعم هم من أخذوا الفكرة هذه من أين ستسقون معلوماتهم عننا يعني سابقا للأسف طبعا كانت من خلينا نقول من التلفزيون كان أكثر سي تلفزيون والصحافة والتي كنا نحن كنا ضعيفين فيها حقيقة الآن مع السوشال ميديا مع التواصل زاد فصارت المعلومات أكثر دقة أول كانوا بشكل عام يجب أن يكون في حدث كبير حصل في العالم العربي عشان يمسكوه يعني بشكل عام لو نأخذها من الجانب الآخر نحن نرى تأثير كبير من الأنمي والمانغا و غيرها من المتجهات الثقافية اليابانية على كثير من الشباب وظنه شبابنا صح كيف تشوه التأثير هذا؟ يعني بعد ما خسرت اليابان في الحرب العالمية قالوا خليني اتجه لمجالات مختلفة أنه خلينا نعمل ماركتينج لبلدنا أو لليابان بطريقة مختلفة نخش مع الشعب فقالوا ليش ما ندخل في عالم الأنيميشن أو الأفلام أو المسلسلات هذه فبدأوا وكان تأثيرها جدا قوي لأنه قصص من خارج الخيال وأيضا واقعية فسرنا نحن يا العرب سرنا مرة نحبها ونتابعها من أيام لو تفتكر زمان غرينديزر زمان جدا يعني وعدنان ولينا بالضبط وسبح الله حبها زادت وطبعا مع تحسن الأفلام وتحسن يسموها الدقة وصار فيه مترجم وصار فيه كده فالتأثير نعم هو قوي صراحة على العالم بشكل عام على العالم وعلى أننا العرب والسعوديين طبعا بشكل خاص شبنا قبل شوي بالتقرير ومتأكد لديك تجربة خاصة في هذا المجال يعني فيه كثير من المشتركات خاصة الاجتماعية بيننا هناك شعب عربي وشعب الياباني لو تحدثنا عن أبرزها يعني من الأشياء الطريفة الجميلة أخي عبد الله أن اليابان تفتخر بأنها بلد الكرم بلد الكرم نعم زي فخرنا بالكرم يعني يس فنحنا كنا نقول لا يعني نحنا الكرب ونحنا الكرب فمن الأشياء الرئيسية عندهم احترام الضيف أو كرم مع الضيف هذه كانت من الأشياء الرئيسية جدا إلا أنا أرى أنه هي مقارة بدولة أوروبية مع كامل احترام لأي مكان اليابانيين يهتموا جدا بموضوع الضيف أو العميل أو الزبون حتى يعني كلمتهم باللغة اليابانية على العميل قريبة من التقديس الزبون هذا يعني مقدس عندهم فهذه النقطة نحنا عندنا طبعا في ديننا أول حاجة قبل ثقافتنا فيه شيء تاني كمان جميل ما يعرفه أغلب الناس أنه الياباني بيأكل بيده غير العصيان اللي عندنا الخشب فيه كمان بيده شائر عندهم يعني يعني السوشي أصلا نفس اللقطة هذه اللي نشوفها السفير يعني السفير كان خبير بالأكل باليد أي وعد بس طبعا هم ما يأكل الرز باليد بس هم يأكلوا السوشي يأكل كده حاجة بيدهم في هذه كمان إشياء الجميلة يعني السوشي يكل باليد المفروض الأصل باليد نعم هي طبعا كثيرة بس خلية نختم لك بواحدة مثلا برضو الألعاب اللي هي حقة الأطفال الألعاب يكون يلعبها زمال لو تفتكر طاق طاق طاقية وغير الألعاب القديمة هي نفسها الموجودة هناك وهم يروا يا أخوي عبد الله أنه نحن ترى في نفس القارة هم آخر شيء على اليمين هم شرق القارة الآسية ونحن آخر شيء أو غرب قارة الآسية فهما بالنسبة لهم نحن نفس القارة فيه تشابه كبير احترام الكبير احترام الصغير العائلات هذا الأشياء كثير فيها تشابه يجلسوا على الأرض لما يأكلوا هذه كمان ما فيه أماكن أخرى والله أعلم يا الله أول شيء شكرا أن أعلمت معلومة السوشي لو عرفت كما ضيعت وقتي عندما صغير تعلم يعني برضو نتعلم بس طبعا من الذوق صار الآن أنه الواحد يأكل في الشوكا طبعا نرى حينما نفتح السياحي المملكة كثير من السياحي اليابانيين حتى من قبل عندهم اهتمام زيارة المملكة وش أبرز الأشياء التي تهم السقح الياباني إثناء زيارته لنا أسمح لي في هذه المناسبة أني أقول شكرا لحكومتنا حقيقة لأنه أول أي نعم كان يأتي قليلا بس كان صعب يأتي آخر خمس سنوات وليل عهد المير محمد السلمان حقيقة كل شيء سار سهل من ضمنها السياحة صح أو لا صحيح الياباني الآن خمس دقائق أول كان يأخذ خمس أيام ثو ويكس الآن خمس دقائق يأخذ فيزا يأتي السعودية الاهتمام على قول واحد كان يقول هم يبقوا ترابنا نحن نبغي الخضار ندور على الخضار هم يدوروا على التراب يدوروا على الصحراء على الرمج الرمال الذهبية الرمال الذهبية الياباني لما يأتي السعودية ويشوف الرمال يشوف الطبيعة الجمال من الناحية الأخرى وليس الخضراء دعونا نسميها الصفرة يتجنن لأنه عنده عماير شاهقة وعنده مثلا بحر بس الرمال أو الصحراء أو البر هذا بالنسبة زائدان طبعا اللي هي الأشياء العربية زي القهوة السعودية زي الخيمة هذه الأشياء الجمال هذه بالنسبة له تجربة ما يقدر يشوفها في أوروبا أو في مكان تاني حتى نشوفها مرع تيادي مسلم بي لكنه عام الجذر